بسم الله الرحمن الرحيم من موارد وجوب الخمس مستخرجة بالغوص هناك أشياء في المياه سواء مياه البحار أو الأنهار العظيمة توجد في الأعماق أشياء ذات قيمة عادة يغاص لاستخراجها عادة يعني ممكن في بعض الأحيان توجد آلات معينة ما يحتاجون معها للغوص ربما توجد اليوم أو تخترع في المستقبل سفن تمد ذراع آلية مثلا إلى الأعماق وتخرج هذا أيضا على الأحوط وجوبا يجري عليه حكم الغوص بما أن هذا الشيء المستخرج يخرج عادة يغاص لأجله المحار ناخذ مثال المحار عادة يغاص له كانوا يرحون للغوص سابقا الحين لو فرضنا صارت أجهزة تمج ويطلعون المحار على الأحوط وجوبا يجري عليها عليه نفس الحكم ففيه الخمس طلعوا محار نفس المحار دع عنك اللؤلؤ الذي فيه نفس المحار شيء ذو قيمة المحار طبعا ما فيه من حيوان عندنا لا يجوز أكله حرام لكن الصدفة تأخذ يستفادوا منها يصنعون منها أشياء إما أزرار مثلا للثياب بعض الأصداف يحطوها على بعض المصاحف يجلدوها يستفيدون منها الأصداف فيها فائدة قد الحين واحد يروح هنا على الرصيف يشتري له شوية محار يفتحه يدور ما يلقى فيه شير مي عادة هذا الشيء اليسير ما يديروا لبال لكن هو بحد ذاته شيء فيه فائدة ذو قيمة فيه الخمس وإذا وجد فيه لؤلؤ بعد القضية أوضح واللؤلؤ إذا كبر يكون إلى ثمن ثمين بالمناسبة اللؤلؤ المعروف اليوم أن اللؤلؤ يتكون بسبب دخول حبة رمل إلى المحارة أثناء دخول مياه البحر فتبقى حبة الرمل في جسم المحارة الحيوان يعني الرخوي الحيوان يفرز عليها مادة كنوع من الوقاية تجمد تصير لؤلؤة هذا حتي اليوم حتي الأمس القديم يقولون هالشكل كان معروف عندهم أن المحارة تصعد إلى سطح الماء وتفتح فمها عندما ينزل المطار تدخل قطرة مطر إليها وتصير لؤلؤة وأنه بعد الحجمة القدماء أقول وأنه الأفاعي أيضا تفتح أفواهها يدخل فيها ماء المطار يتحول إلى سم أرى الإحسان عند الحر دينا وعند النذل منقصة وذمة كقطر الماء في الأصداف در وفي جوف الأفاعي صار سم هذا أيضا شعر مذكور الحين أيهما الصحيح ما ندري قد يقال اليوم قاعد يسوون لؤلؤ صناعي بعض البلدان يجيبون إبرة فيها حبة رمل يضربوها للمحارة وفعلا تصير فيها لؤلؤة أنا قارب بعض كذلك البحوث العلمية الحديثة يقولون اللؤلؤ اللي يسووها بهالطريقة اليوم هذه من يحطوها تحت المكبر يشوفون حبة الرمل فيها موجودة بينما اللؤلؤ الحقيقية اللي يطلعوها من المحارة ما فيها حبة رمل ما فيها وين صارت ما يندره هم يدعون أنه أكو حبة رمل وجدت وشكلت لؤلؤة زين إذا حبة رمل هذه أنتو دخلتوها حبة الرمل بينها موجودة ذي شوين راحة مو موجودة نحن الله أعلم هاتشي القدماء مضبوط تصعد فوق وتبلع قطرة ماء مطار حبة رمل ما علينا هذا كلام ما لا تأثير ففيه الخمس هذا اللي يطلعو فيه الخمس المرجان المرجان المعروف اليوم الميين أنه حيوان حيوان لكن يشبه الجمادات يشبه الأحجار لونه أحمر جميل ويموت يأخذوه يصير صلب مثل الصخر بس هو حيوان الأسفنج حيوان مو هذا الأسفنج الصناعي المسوين منه الادواشق وهذا اللي قاعدين عليه وكذا هذا صناعي أكو أسفنج طبيعي وغالي أيضا يعني يأخذوهم قطعة صغيرة بعضهم أسفنج حقيقي وحاطها ببيته كذا كنوع من الجمال غالية هذا يبيعو بالأمتار ذاك يبيعو بالامتاقيل على كل هذه كلها أشياء إذا استخرجت فيها الخمس إذن الحيوانات شلون سمك السمك له ما في خمس هذا ما يستخرج عادة بالغوص الحين ممكن أحيانا واحد يغوص ويطلع لسمكه لكن عادة السمك يصاد إما بشباك أو بسنارة أو بأي شيء آخر فميشم له حكم الغوص السمك ربح كسائر الأرباح أما الغوص الذي يجب فيه الخمس حين تحصيله فهو غير شامل له هناك كلام بين الفقهاء في أن ما يستخرج بالغوص له نصاب يعني يكون يصل إلى قيمة معينة حتى يخمس خلاف بعض الفقهاء قايلين نعم لا بد أن تبلغ قيمته دينارا من الذهب على الأقل انعيد بعض حتي البارحة دينار الذهب حوالي ثلاث قرامات ونص اضرب ثلاثة لو فرضنا اليوم سعر 10 دنانير ثلاثة ونص شكتر الصير 35 دينار فيكون مثلا على سعر الذهب يكون على الأقل يسوال 35 دينار إذا كرفلة كمية محار طلعها بره طن نصطن مثلا شافة تسوى تسوى 50 دينار 60 دينار يكون يخمسها السيد السيستاني هذا رأيه أنه لابد أن تبلغ قيمته دينار على الأقل السيد الخوئي رحمه الله قائل له حتى لو لم تبلغ قيمته دينار لو يسوال ميتفلس يسوال ربع دينار أيضا يخمس على الأحوط وجوبة هناك شيء آخر يستخرج من الماء وهو العنبر حوت يوجد نوع من الحيتان اسمه حوت العنبر وهذا العنبر الطيب الكذائي يكتبون الأيام بالبحوث العلمية أن هذا أساسا من مدفوعات الحيوان إما أجلكم الله قيء الحيوان أو أي شيء ثاني شيء مدفوع مدفوع يعني من فضلاته لكن عنبر عنبر وإلى قيمته والمسك المسك شنو المسك أكو غزال اسمه غزال والمسك قايلين نوع من الضباء هنا بسرته يجتمع الدم وبعدين يلحق يوصل إلى درجة معينة يتحول أسود الدم فاسد بالنتيجة الدم فاسد صار مسك فأنت فوق الأنام وأنت منهم واحد يمدح له شخص يقول فأنت فوق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال أنت يمدح لواحد يستاهل ما يستاهل ما ندري يقول أنت أعلى من بقية الناس ولو أنت واحد من الناس مثل ما المسك هو بعض دم الغزال لكن يفضل وله فضل على باقي دم الغزال مو مهم العنبر يأخذ من البحر الحين مرة عنبر تحت الماء الحوت تحت الماء أفرغ هذه الفضلات وغاصوا عليها وطلعوها هذه الكميات من العنبر واضح هذه فيها الخمس إذا طفى فوق الماء شلون أيضا الأحوط أن يخمس مرت علينا مسألة وهي أنه في ال في الكنز وال المعادن لابد أن يصل قيمة أن تصل قيمة ما استخرج بالكنز الكنز الذي استخرج أو المعادن الذي استخرجت أشرين دينار من الذهب وبالنسبة للكنوز أو مئتي درهم فضة مرت مسألة تفاصيل هالبارحة راحت بس أكو فرع أريد أقوله فيه خلاف وهو أنه لو استخرج عدة أشخاص معدنا جاءوا حفروا حفروا لقوا ملح قلنا الملح نوعا من المعادن وجدوا مثلا كبريت كبريت نفطا نحن نجيب الأمثلة الغريبة قبل ما نجيب قضية الحديد والذهب والفضة ديشة واضحة جدا هذه إذا طلعوها أو كانت تسوى عشرين دينار نفترض هم خمس نفرات كانوا اللي حفروا فكل منهم ما حصل ما يوازل عشرين دينار لما قسموا كل واحد نصيبه كان أقل من النصاب هذا في خمس هنا أيضا خلاف بين الفقهاء بعض الفقهاء قايلين إيه ما دعم هو كمجموع تبلغ قيمته عشرين دينار من الذهب لا بد من تخميسه حتى لو كان المخرجون له عشرين شخصا مئة شخص كل واحد حصل له شوية بالنتيجة يكون يخمس لأن هو كمجموع بلغ النصاب وهذا رأي السيد الخوئي رحمه الله مر علينا السيد السيستاني في رأيه أنه لا لا بد أن يبلغ نصيب كل منهم النصاب يعني لو فرضنا هم نفرين شانو طلعوا معدن يساوي ثلاثين دينارا من الذهب كل واحد حصل على ما يعادل خمسة عشر دينارا من الذهب ما عليهم خمس كل واحد لازم يحصل ما يصل إلى النصاب إلى نظير هذا الكلام في الزكاة في الزكاة كما تعلمون أيضا يوجد نصاب للزرع للضرع للذهب والفضة هذه كلها لها نصب مو هالشكل تجب فيها الزكاة مطلقة مثلا الزرع نصابه على الأقل ثلاثمائة صاع ثلاثمائة صاع الصاع حوالي ثلاث كيلوات إلا ربع اللي هو مقدار الفطرة زكاة الفطرة صاع حوالي ثلاث كيلوات إلا ربع تقريبا فثلاثمائة لما نضرب هقولوا ثلاثة تصير تسعمائة كيلو هو أقل من تسعمائة ثمانمائة وسبعة وثمانين كيلو تقريبا اللي يطلع له بالزرع زرع عنده نخيل مثلا بالبيت عنده عشرين نخلة وطلع التمر وزنه شاف نفترض ألف كيلو تجاوز النصاب فيه الزكاة أما لو فرضنا كله كان خمسمائة كيلو ما فيه زكاة الحين نفترض هذا الزرع مشترك بين عدة أشخاص شخص متوفى وعنده بستان وعنده أولاد أربعة خمسة البستان صار إرثل لهم فالحين زرعين وطلع التمر اجا ووزنه شافه والتمر ألفين كيلو ألفين كيلو أكثر من النصاب لكن هما أربع نفرات كل واحد يحصل خمسمائة يعني أقل من النصاب ما فيه زكاة ما عليهم زكاة كل من بلغ نصيبه النصاب زكاه ممكن أن صبائهم مختلفة نسب ملكيتهم مختلفة مثلا ولد وبنية مول الذكري مثل حظ الأنثيين وفرضوا أخو أخت هذا البستان صار لهم ونفترض التمر اللي طلع ألف وخمسمائة كيلو الولد شكثر يأخذ ألف الابنية شكثر تأخذ خمسمائة الابنية ما عليها زكاة الولد عليه زكاة لأن ذاك بلغ نصيبه النصاب هذه لم يبلغ نصيبها النصاب حسب نصيب الشخص زين إذن من موارد وجوب الخمس الغوص حين شم واحد صار عندنا غنائم دار الحرب هذا واحد اثنين المعادن ثلاثة ال الكنز الكنز اربعة الغوص الخامس من موارد وجوب الخمس الارض التي اشتراها الذمي من مسلم او حصل عليها منه بصلح بهبة بأي طريقة شخص مسيحي او يهودي يعيش في بلاد المسلمين والمفروض يأدي جزية ذمي زين هذا جاي يريد يشتري ارض عايش بلاد المسلمين مسيحي يروح يشتري الى ارض اذا اشتراها واكو حاكم شرعي يقول له ادفع خمس حين هو هذا مسيحي هذا اشعرفه بالخمس يقول ليش ادفع يقول له تدفع غصبا عليك تدفع خمس هذا تكليف شرعي انت ذمي واحنا نبين لك الحكم هذه هي ترى شغلة ملفتة لطيفة اليوم تدرون كثير من الدول كثير من دول العالم تمنع الاجانب غير اهل البلد من تملك املاك في ذلك البلد يقول له لا تشتري ارض بيت اذا تشتري يكون باسم واحد من اهل البلد كثير موجودة هذه الشغلة دول اللي غير ابن البلد ما يقدر يتملك منزل امثال سيارة يتملكها اثاث يتملكها فلوس يتملكها ارض ما يخلوه يتملكها يقول له انت اجنبي بالشرع الاجنبي هو الكافر والمو اجنبي هو المسلم المسلم مو اجنبي والكافر اجنبي هذا الشرع مو مسألة انه هذا من هالبلد او من ذاك البلد فاذا شخص غير مسلم ايه يريد يتملك ارض مو ما يملكه يقولوله ادفع خمسا ممكن هو ما يشتري حين اذن ممكن ما يشتري يعني كأن هذا نوع ردع له عن تملك الارض يجي يريد اشتري ارض يقولوله هذه الارض بمئة الف دينار يقول اشتريها يقولوله لكن لما تشتريها راح تدفع عشرين الف دينار خمس مضطر رغما عنك تدفع يمكن يبطر يقول ما اشتري شنو هذي وهذه الارض مو الا ارض خالية ممكن ارض مزروعة مبنية بيت يريد يشتري بيت مسيحي جاي في بلاد المسلمين يريد يشتري بيت يشتري محل يشتري عمارة المهم شيء له ارض البيت خمو طاير بالهو البيت على ارض العمارة على ارض المحل على ارض يريد لهم ارض بعد بالنتيجة فما دام رح يتملك ارض ملزم ان يدفع خمسة الارض مو خمس البيت ككل ممكن يشتري بيت بمئتين الف دينار لكن الارض بروحة تسوى مية نقول لها تدفع خمسة الارض ممكن مو املية شراء هبة عنده صديق مسلم قال له هذه ارض لك بيت لك او مصالحة باي طريقة باي طريقة الذم اذا اراد اذا تملك ارضا في بلاد المسلمين يلزم بان يخمسها زين نفترض هذا المسيحي ما كان يدري يقوم ما شراء الارض قال له لا تدفع خمس شاف هذه مشكلة قال خلص انا اصير مسلم صار مسلم انحلت المشكلة لا ما انحلت انقل انت ملكتها وانت كافر تدفع الخمس تصير مسلم اهلا وسهلا نصير مسلم لا بأس زين بلا انقهر قال اصير كافر انقل اذا صرت كافر نقطع راسك مو بس الخمس لانه صرت مرتد يعني هذا نسدت عليه الخطوط كلها صار مسلم الخمس باقي يرجع يصير كافر هم الخمس ياخذوها مرأس يروح لانه ارتد صار المرتد يقتل شرعا زين الحين مسألة اخيرة شخص مسيحي اشترى ارض بلاد المسلمين تعال خمس 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 شي سوي زين اقوب شميون مرت فترة رد شراها من ذاك يخمس مرة اخرى لانه معاملة جديدة معاملة جديدة لو عشرين مرة يرد يبيعها ويشتريها كل مرة يلزم بتخميسها هذا حكم شرعي واحنا ما نعرف ملاكات الاحكام ما هي هذا تعبير عادة في الفقه يذكر ملاكات الاحكام مجهولة لدينا ليش الارض اللي يشتريها الذنب لازم يخمسها اول جواب نقول ما ندري لازم واحد يقول اول شي ما ادري فعلا ما ندري بس في احتمال مجرد احتمال ان هذا نوع من منعه ان تملك الاراضي في بلاد المسلمين هذا القسم الرابع القسم الخامس من موارد وجوب الخمس الحلال المختلط بالحرام وفيه تفصيل يأتينا ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة